انتم تسمعوا في معهاتم على ايفام احلى راديو اهلا وسهلا ومرحبا بكم اليوم الثلاثة 25 مايو 2021 سيئة معناها داخلين في الصيف بخطاة سريعة سندريسية بشتوفة بش نبدأ ونصيفوا ان شاء الله للكورونا معناها تخلينا نصيفو كعمنيون نحن مش تلميه لأكثر عمنيون مسايبة الدنيا كل شي هاو كان نتكبسو في الشتاء به هو كان يعود المنويل الاقتصادي الشعب التونسي ستة شهر البر وستة شهر حجر صحي يمكن نلقاه حل به والعبيد تخمم والعبيد تعمل هدنة في مخاخة الى اخيري هي برشة اخبار مش نحكيه عن تلقية خطر شبه مؤكد الحجر الصحي الشامل الاجباري عفوا للمواطنين في الخارج براتيكمانت نحا يمكن مزلوا بش يعملوا ليستة تقييمية في بعض البلدين منعين المواطنين اللي يعيشوا في الهند ولا اللي يعيشوا في البرزيل بتاتر فما بلدين سوف يقع الاعتماد على الحجر الصحي الاجباري حتى في فما في النئب ياسين العياري قال القرار اخذيه لوبي السياحة اللي يعمل فيه ضغط كبير على رئيس الحكومة ونعرفوا انه رئيس حكومتنا معني احناين برشة يشوفيه تعمل ضغيط شوية يتيح زبدة ويعطينا اللي يرحب نخم ونعمل عليه الضغط زعمة بش اللي في مخي اللي في مخي ما يعملوش دونك فما الهذية خطر بالحق بعض القرار يتخذيه لليبيا نراه في سفارات ناس هابطوا بالطيارات افواجن افواجن صيح جايين من من اوروبا الشرقية من روسيا من بعض البلدين اللي معني عندهم العملة متاحهم قوية ويجيو دو سان ترسان اروا يعديو جامعة في الوطلة متاعنا ويروحوا جيني غالما يروحوا فارحانين خطط هذا سوما ذاكا حتى كمتا انا كان جيت في اوتيل ويجيني معني واحد يعمل لي ريكلاماسيون جاي عادي في جامعة ب دو سان اروا نعمل نغزل ونعملو هاكا دو سان اروا راكا اجتحب رجحهم لك وتراوح دو سان اروا الناس تصرفوا في فتور دو سان اروا باي دونك في حكية التلقيح فما ذالي جاوزنك العركة ما بين نقابة صحة ونقابة معلمين وشكون اولوية ذالي بشيحلوا الاولوية حتى للنقل وللسياحة ماهو دبراج مات السياحة اعوان السياحة والنقل منعش الصحفين وقتاش علي بعض في الاخرة انت بش تلقحوا انت ما النقابة تلقح قبل نقابة صحافي تلقعوا ديما في البيرو قاعد يحكي ما يعليه على ذكي قاعد انا نسمع معني ما دفهم مش بلع وانا مجبري نتكلم بش ما يفرش بلع اه بش تعطي قوليستة بتاع الصحافيين نخدموا على الميدان بي انت تخدم على الميدان تخدم على الميدان انت علي وانت عايزة تخدم على الميدان انا نسمع نخدم على الميدان يزي قالوا انك ده ما انا ساع ما حتى يلقحوا معنيها الناس الكبار والمرض وقت يعطيوني قايمة ذيك الناس ذيكا لقحت وقتها طلق وانا مبليس ومرضت بي شنا وانا قضي عمري ذي زريقة منين ذي ذي زريقة متاع واحد في البريم دوروند ما يحك راسه قبل ما يحط نوت هكي عم علي عرش ايش يتلع منك علي اي كبير اي كبير اي بيانتوا انا جمعة جي نخلط العمر نفوت النص قرن ببضع سينويت ااا ان شاء الله معنيها واحد يقعد في صحة جيدة ذيكا هو انا فلسفتي معنيها الصحة هي العمر وقت لي تدهور الصحة وقت كبرت دونك صحتك وتستحفظ على بدنك وتستحفظ على اللي دارين بيك دونك وزارة صحة زي دا قالت سيتم فتح مركز الصحة الاساسية في مختلف الجهات للتسجيل والتلقيح ضد الكورونا بون تسجيل ما فاما المنظومة ذيكا بتاتر ينجموا يسجلوا سير بلاس ولا فاما قائمات تخرج وزير الصحة زي دا قال لعدد الوفيات بالكورونا تتراجع لكن هو دا ما يقول عنده برشا وزير الصحة بتاعنا حق ما عيتوله السيد فوزي لكن لكن فاما برشا بقر وسيختو اللي فاما ينقصوا الحالات هو المهم ما يظهر لي معناه العدوى وكل شيء المهم الوفيات والأسرة الأسرة الأنعاش يقول زي دا اللي الوضع الوبائي في تونس لا يزال في مستوى مرتفع من الخطورة وفق قول الوزير رغم التراجع في عدد الوفيات وبعديش يقولون معناه يقول لك الوضع خطير والوفيات قاعدة تيه حتى الكورو بقاعدين روفياتيه أما يقول لك الوضع وبعديش يقولون عليش ما نفهموش ولا ما فهمنا عليش رغم النقص الواحد عليش تقول انت الوضع منيش خايف خايف من اللي راحوا من العيد معناه كان ما تعديوش وقتك ما تلعطش موجة بعدك التهيفت على المحطات وشوفنا شاي ذيك كما تلعطش موجة ووقتك هتقديش عند الحكاية أكثر من عشرة هي معناه راهي الموجة تورنا في توم بكل موجة معناه يفهمة يمكن الخاصية الأولى متاع الفيروس هذي مزموش ناس تخمو فيه برش متعرش ناو الفريانت متاعو كيفاش الفري ناوة تعمل قتاو في الشتي لا بتقول برتيكمان سختو لايمتلولا بالماس ك fez طالعت منابا الموجة آآ هاو قال خاطر حلو للحدود ناو مش بالضرورة ماذا هال لي صحيح فما حاجات آآ يمكن فلت بتخول لحب حلين لحدود عمني ولا ما اسكت او نفيد ديش هالشواء ناو ماذا هال لي حتى البلدين هو حتى فرنسا تنجم حاجة ستا عجلية تمشي لا كانتو مسكرة تزير بوتاتر مسكرة برشا دايور حتى تزيرير هوريت نحنا مثلا توا قاعدين من هنين السويعات باش يهبط القرار فيما يخص المواطنين الف الخارج اللي عملوا حملة وانساندوهم بقلبنا وبروحنا وكل شي ان الناس توينسة معناها كامل الحقوق هو الواجبات معناها فماش هذا وحط روح كنتي معناه صاحب القرار اللي خذيت القرار عندك ثلاثة اربع عيام ولا في في سخانة الحافة وهكا ولا العشاء عجبك في ليبيا دونك قلت اي مساي شو يدخلوا بليش هما كانوا يدخلوا بليش حاجة لشي اه دونك تحس روح كنتي كامواطن تونسي بلادك معناها تبجل عليك جارك اه نحنا حبابنا وخويتنا ولي تحب انتي حاجة بلاسة منيموم كيف يفرد نفس الطعام اما تعطيهم هما معناها بلانسان اه ليه بلانسان مش اه سان كما سان اس او اي ان جي مش تقولوني في حاجة كل ما معروفهم معناها كما السك على بياب بلانسان اس او اي ان جي مش اه سان اللي في مخكم اس ا اي ان تي اللي في مخكم شنوى عزة هومك تسمع فينا هومك ما زلت مواض بهمك هم عزة قاتلي اس ا اي ان ماني ربي يهديك يا عزة ال اه اه دونك اه انوا باش تتفضل الاشكال الهباية ويحسوا تونس اه برواحهم اللي هوم في بلادهم حتى فهم النائب على حركة النهضة ديوم زيدا قال اه التونسيين بالخارج وتكلم خاطر هو ذهر اللي نائب عن اه التونسيين بالخارج اه عن حركة النهضة بالحاجة اللي ما عشبتنيش في الكلم اللي قالوا اليوم قال يا اخي نحنا قد دخلنا برشة فلوس اي دخل فلوس معناها جبانس اللي اذا مواطن في الخارج دخل فلوس يلزم يدخل فلوس سوى بش يبني سوى بش يبعث العيلتو معناها بروسيس سراهو اللي عيشوا في الخارج الكل في العالم اجمع يبعثوا فلوس لديارهم بيروت اه اليمن اللي تحب انتي الافغانستين كابول يبعثوا هن مواطنين متاعهم في الخارج يبعثوا عائلتو يحب يبني دار يحب يرجع دار صيف اه يحب يعمل بزنس اه دونك ما هوش لا للبلاد اه معنين احط عالم المزي على حدك المنطق بتاع اه نحنا دخلنا دافيز التونس نحنا عن اه معنين 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 سوى سيطويان اه انتي دخل فلوس خاطر مساعدتك لحكاية عندك امورك عندك افاريتك تونك دخل فلوس اه مش قاعد تصدق علينا ولا تقوب ولا فما سمعتها انا حد ابعث مليار دوات قال اذا اخذوها مزيما الميزانية هذو ما بش تنجموا تخلصوا اشهاري استيق ولا اشهاري اللي زنجينير متاع استيق اللي هدوا باش اه يقصوا الضو على بعض الولايات ميسيلش هاكا تكون واضحة ذاك يكون عامل مزيما يقضي في امورو هاكا بعض ساعات نكابر والكلين هو مشي في بالو معنيها باش يعمل وسيل ضغطه ما اه فما ترسخوا في تفكيرنا في تعاملنا في منطقنا بتاع المعنيها انا عامل مزية وانتي عامل مزية وانا قداش دفعت ديئات وانتي شقعت تدفع باش انت كل خرم ذاك الكل اللي قاعدين نعيشوا فيه توا اه يزمنا معنيها نحاولو ننجر وراك نائب سيد النائب نائب قبل الحق انا شخصيا كنت نحساب نائب معناها نازم ما نقدروه اه ايليو ديو بابل ناس عندها مستوي كل شي اما بعض اللي يشوفني الحق معناها انا نقدر اه نقدر ناس اخرين معناها اللي اه مزل تمن بالبلاد ولي تضحي بوقتها باش اه وتضحي بمجهودها وتضحي برشا حاجات في سبيل يرتقي المجتمع. اه دونك اه يوقع تزيد الاستفنية متاع المقيمين بالخارج اللي يخذوا تلقيح يمكن نحنا ماشيين حتى في تواب مثلا اه الواميس اه تعتبر لي مش ممكن نعملوا باسبور اه معناها دوفاكسا باسبور صحي اه الفقراء فونت ريكس كلوك كيل عادة ولعمري مرة اصمعت باجراء اقام بيه حد يعاون الفقراء ويستفني معناها اللي هما مرتاحيين لبيس عليهم. فما برشا زيد توينسا خايفين من الاسترازينيكا اه الفاكسان المشهير حتى كي بدلوا اسموا قاعد فاكسا هذك استرازينيكا يقولوا فيه اه ريسك متاع يعمل ترمبوز لكن اه المنافع متاعوا اكثر من معناها ما هو شكلي اوتوماتيكمان معناها اللي تو متاع الفابل برشا فابل فابل فابل. دونك سيتيو نابال شواء معناها دونك تعمل تلقيح اله وحتى معناها تاولو زارة زادة بديو بالفايزر اه لقحوا العبد الكل معناها مزي الاسترازينيكا بورتون عندهم مستوك ملح كايه ذي. اني ذولي مثلا كي ما عملت ميركل. ميركل باش استرازينيكا يتبيع زرقة عمل التلقيح بالاسترازينيكا قدمت الكاميرا. دونك كان بيودنا معناها رئيس البرلمان رئيس الجمهورية رئيس الحكومة يزرقوا بالاسترازينيكا وزير صحة زادة بنعرش باش زرق وزير صحة. ريتوه زرقة غالي ذي زرق. انا مجمرا بمريو الخلع اذا ريتو زير بمريو الخلع راو زرق. فغماريتو استنى المشيشي. اي اي كلهم كلهم مريو الخلع. سيد رئيس مجلس النويب. زرق له القرد كور ذاك ماندوش حتى ثيقة فال. ما خاف على روحوا رئيس حركة حركة حركة. دونك حق هو اللي يقعد ما زرقش عاملنا زور ريخة استرازينيكا والراو البوشان والدابوزة والشوت. الشوت متاع استرازينيكا. تمشيش موخكم يومش الشوتات. اخرين الشوت. او سيف جيه ونجب تلبس الشوت وتوتا بتوتاو. الدوك سيبو. راي تانينا على المواطنين من الخارج ويد نمشيو. اه بشنا فاما. فاما خبار اليوم تاع بيبو. بيه. نمشيو بيبو. مسمنية لتصام تعلين انتو ما تسمعوا في معا خاتم على اي فام احلى راديو. ارجعني لكم. دونك قلت لكم اليوم فاما خبار. قبل بش عمتيكم انتروديكسون قبل ما نخلطوا للخبر. هاي السيدك بنسيدك عندهم جمعتين التالي في فرنسا فاما جميعهم الجيش. اه هو فاما موفمان دو ريفو. محام مش ريبيليون كلمة كبيرة راو في الجيش خاصة في الديمقراطيات كلمة بحثي بها. دي زون فاما تململ. اه صارت قبل كان قاعد قوية المسلحة معنا متفاهمش مع ماكرون واستقال الحاجة كما هكا. سيدة ذاهي هو جنيرال دوvilier ولا اميرال جو پاس. دونك ولا يعان في السياسة تخلى على الصيفة متاعو العسكرية وعندو زاد خوه لي هو دوvilier0 معانا كن رئيس حزب كان نائب وظهر اللي زادة شد وزير اللي هو رئيس معناها كي ما نقول ولاية وعمل زادة عملا بارك دات ركسيون معناها تعليش شوان معناها معروف برشة في الجهة وديم دايور حتى ماكرون عم نقول في طنبك الحجر سمح له باش يحل البارك ايامات وبعداش الوزارة الصحة والوزارة الاولى قالت البروتوكول يمشي على العباد الكل. السيد مش فقراء سوريشة لكن فقراء سوريشة اخوه فقراء سوريشة حاصلوا جمعتين التاني دونك برشة ديزوفيسية معناها هابتوا بيان يقولوا اللي البلاد يحكيوا على فرنسا اللي هي مش في الطريق الصحيح ويزم اسلاحات ويزم العودة للعمل وعودة للسلطة والكيفاش يقولوا الحكم سيفير. وعليك مطرر للنور معناها في فرنسا ما يقبلوش حكيت خطر يظهروا لهم الميليتير في القزن حتى كيتخلى على الصفة يقعد ديما ميليتير يمكن زيدا الوحيد اللي يستفنيوه من شاي هذة هو جنرال دوغول والامريكان ما عندهم مش مشكلة راهو في معناها يكون ميليتير ولا يعمل سياسة معناها بين غاديك المناصب بحاجة عادية ثقافته ما كيكا مش كيمة فرنسا ونحنا بورثنا شوي على فرنسا الشاي هذية وآآ معنا قعدتنا بيت خلتايت يا فرنسا هابتتاك ونحنا وين مفهمش واحداك آآ آآ جروب ميليتيري هابتو يعملوا تجربة كيمة تجربة الفاشلة لزبيدي زبيدي صاحب الثلاثة دب بيت آآ آآ ابان واحد اسمه آآ اللاميرال عكروت انا نعرفوه نسمع بيه ما نعرفوش آآ آآ هابتو بيين انا مش مش نقرأها البيين ومش مش نحكي عليه خاطر بوه التشخيص آآ اللي عملوا معناها حتى آآ عندي آآ معناها العطار متاع الحومي النجم يعمل نفس التشخيص معناها ذايا لاني قلل من آآ السيد لاميرال ولاني نقيل من العطار معناها تحليل آآ توينسا لكل يعرفوش شخص وكل شي ما نش بش نقرأها تصحح لاميرال تو سمبل ما معناها اميرال راك آآ ما رجل سياسة تصحح باسمك تحط آآ نعرش اسمه كيمة العكروت هابتدوين آآ بيين الى رأي العام وتصحح اميرال انتي هو اميرال متقاعد لكن يعمل السياسة خليه الجيش بربي الحاجة اقراو صبر الاراوة اقراو كل شي الجيش هي القاعدة المؤسس الوحيدة المحترمة دانك خلينا نحترموكم اما اه تهبط بيين مرحبا بيك حق من حقوقك اه بو مكش تباشر في العمال متاك تصححنا اميرال شنو تتقاو علينا تشهيفينا في الانقلابات معناها خطر تعرفوما برشة ناس وعندي حتى من اصدقائي اما حتى كي نحكي معاو في العمق في العمق يقولك ليه هكيك خطر فلقتنا ما فما حتى حدرا ويحب الميليتير يحكم فيه خطر الميليتير اه معناها مش مش وظيفة ويحكم في قزانة تحب تحكم ولا تحب تعمل السياسة تمارس تخرج وذالي فما بلدين متقدمة برشة حتى كي يخرج من الميليتير فما سرار دولة او الى اخره هل يقعد دون بريود ما يمارس حد شاي وبعدش يتنقل للحياة المدنية اه ان بلوس من عرش اميرال وكان مستشار هو قبل موش اميرال معنى متاع بحرية جنرالما بالاميرال اي دونك او اي من عرش اذا الاميرال عكروت خاض حروب وربحها كي ما ندو قول نحن اربعة فلاك نحن الوظيفة السامية لجيش البحر هو اللي مثلا انقذ الف اه اه الامات الاخرة الف واحد مهاجر غاية الشارع انقذ حياة الف بشر ريتو لا نوبليس جي جوش العالم من كل تقتل الا جيشنا نحنا ينقذ في الارواح دونك سيدي الاميرال المتقاعد خلينا نحبه لزاميرو خاطر كان اه اه بش يولي زاد حك راسك اي انا راني جو بيت روتوريتير خاطر عندي وعندي شعارات ونجوم الى اخره هذوكم كان نهو كان مستشار امني للسبسي ما بعفنا اي من من قطر يتابع فينا اه دونك اه جي تنسو سيلي اه اه نو خلينا الجيش خليو هكالوح ما يتلعبو ولا صاحة كاميل العكروت مواتن عادي مواتن اه اه مدني اه ويحب اه معناها يققلق بوتاتر اه اميرار او كان عندو اه منهارو معوبي توا في الا غوت غيت بتاتر اه منحققو راو مانيش رانا نقلو من قيمة او لا شي كان حتى انا كاميل للعكروت رانا بارك الله رانا قرني لكل ازززورا اي نوع 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 آآ اليوم زد على مزيك آآ رشيدة نايفرد كلمت آآ اعتبرت رشيدة نايفر مستشارة السابقة رئيس الجمهورية. كنت مكلفة بالاتصال. بنحنا حكينا البارح قلنا هالخوذة وهالخرمة ذي خاطر ما فاميش حد مسؤول رسمي على الاتصال في القصر. يا خوية ما حاشناش تعطينا النواية والغرف المظلمة والمؤامرات التي تحاك آآ في غرف آآ مظلمة وبعض ساعات يحطوا فيها الشمع. آآ آآ السيدة تقول آآ تنزه الرئيس الجمهورية لكن لا تنزه القصر. آآ نفهم من هنا اللي رئيس جمهورية معنيها معزول. واللي فهمها ناس آآ زادة عندها هكا صراع وتعرفوا الدواوين وكجاوة ذيك. آآ مع احترامي ليك زادتي مادام رشيدة نيفر نعرف يمكن معنيها خاطر رئيس الجمهورية والشعبية متاع والناخبين والعديد وكجاوة ذيك الكل صعيب ناس ينقدوه. يقول لك ليه عنده شعبية. اما مظهر لي كان آآ تكون رئيس جمهورية وما تهرش الساير ولا معزول ما ليه هو يتحرك وعنده علاقة بشعبية ومزل عنده سيرك الريستران اللي نحنا ما نعرفوهش لكن يخلطونا تشاش متاع يقابل في عبيد. ناوكي ليهوا كوران معنيها في اي حاجة يزا تحم مسؤوليته. هو ريس الجمهورية والديوين تابع ريس هو مسؤول عنديوين مش لان ادي عكيشة لا حتش ادي ادي عكيشة عليش خطر فهمها برش عبيد راهم بش آآ عندهم آآ في جيناتهم موروث آآ خايب برشة. يمكن برشة شعوب تخلصت منه ولا شعوبنا نحن المغوارة آآ كونو تحب تقلل من حد كل وراهم مرأة تحكم فيك. فهمت آآ ذاك يزادي عندها من بعدين يزادي لتستقيم وآآ الامور متاعنا كانت تحكمنا مرأة. ما يليك ان هذيك في سياق اخر وفي عصر اخر وفي بربي في 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 الصحراء في تحت الخيام معنيها نقعدو حاجات كمن هكا آآ يقعدو لنا مزروعين في الجينات ونقعدو متورتي نقعدو في ورطة. ونحكي تلكم عندي نهارين اللي يفهم حاجات يزادي ما عادش نخافوا منه حتى حد ما عنده حكر بتاع العقل العربي. وما عندنا حتى حد عنده معنيها التسلط ولا يقول لك بالعصاء ولا يحكم فيك ولا يقص لك راسك يتبدأ بتخمى مش كيف القطيع. يزمنا نخمو يزمنا نمود حطو صباع صبعنا صبعنا على امراضنا. عليش المجتمع عمتي نحن مجتمعات للاخرين تاب الرسم. نحن عنا مجتمع تونسي آآ منه فينا زيت زيتنا يقلينا. وعنا هنا راو في الخرم ضاير بينا آآ آآ من نواحي الكل. عادة مناش مش نخمو معناها بحريتنا آآ شكون البيرح ال آآ استنى نرقى الورقة آآ آآ محفوظ هاك آآ عليه آآ 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 ذكر بالدستور وذكر يقول لك ألم يكون من أجدر استعمال المال يماشي للميزة تكل عبيد التوظف في ديارها بوم بتاتر واحد ينقذ لذوف الثنية معناها فما تكون معاها ما تكونش معاها تعتبروا ها بربي هذا وهالتحامل وهالتكفير تقول معناها موصينا نحنا معناها عنها واحد موصينا على نخافه نرعشه كأي واحد يستعمل مخه بالشي خمب نرعش ونقول ليه لا 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 ما مسلمات لا 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 تعرف خير من خير من الناس آآ أربع آآ ألف واربعمائة سنين التالي ما زلنا معناها نقاسيوا في ديزيتها دام بتاعنا يسفاصل تحسب بالواقق معناها آآ آآ ابنه تيمية مثلا لبرشا يعتبروه آآ آآ تاريخ. عليش تمشي وكين بالعاطف. هرش عالت ابنه تيمية معنية منع الدولة الاسلامية. كان ما عملش هكيكة في الوقت الذكة وهو زاد مين التاتار. والدنيا مايك لابعضها. عمل اشتهاد باش رد الجهاد واجب وكل شاي. يعني هو القراقية كل شاي. نحن نعيشه في سلم. ونعيشه في 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 عالم تنحا ومن الحروبات. ناسي تبعث لك في الدرون هو مبنك في في لاس فيغاس. نرجم يلعب طرح آآ بلاك جاك ويبعث الدرون يفرجع عائلة في افغانستين. الدنيا تبادلت. مش نخلته نحنا نقاط. هاي نخلته نحنا للتيكنولوجيا هذيكة. ولن نخلته للقوة هذيكة. ونوليه الند بالند. وقتها يا اخويا راجع لك ديم وحاول تسترجع البلدين اللي انتي غزيتها وبعضيش خرجوك منها. زادا شوية هاكة. معناه ما نقعدوش ديما. طاوة آآ انا وانا متأكد طاوة برشا ناس تسمع فايا مبهتين فايا ولا شوكي ولا يكونش بيتكلم هاك. عنا حق نتكلم. عنا حق نتسأل واموها خليهن نشوفوا بتاتر فاما حاجة مغاير سالبتاتر مركزين على حاجات اللي هي قاعدة آآ اترجع فينا بتويل. تخلينا معناها آآ اللفات اللي ما ما منوع عليك تفكر في في البلاد اذية ولا في مجتمعاتنا. ولو انو بلادنا الحق نحنا عنا شوية وشوية انا مغرب برا وزا دا ما ننكروش اللي فاما حركة فكرية آآ معناها آآ تنويرية نجمو قولو زا دا في في المغرب الاقصى آآ في تونس كيف كيف بتاتر نحنا في وسط المعمع ما ما نحسوش. هو اخي خليني استخم على اخي شرح لك انتي ولش نقص منك واحد يخم مديفرة منك انتي. ونعاودها للمل للمرة مليار آآ نعاودها للمرة مليار راه قوتنا في الاختلاف قبول لالتوليرانس تعرف لالتوليرانس راه مش لديفيرانس منيش نحكي عالديفيرانس نحكي على كون متسامع مع نفسك ومع غيرك. معناها اذا آآ عليش تعتبر واحد كي ما تاوى مثلا تمشي للبحر. ترقى عائلة كاملة قاعدين. الولا دي رعبو سيع وواحد بيبي تقو شو كل شيء وبعدش جي انكو بالقاعد. شد صديقتو ولا خطيبتو ولا حتى مرتو من يدها العائلة هذيك تكل تتقلق وهي معناها البحر حربتو. الناس بقلوبة ورمل وشوت كورة في وجهك وبيتش ومما ودليع وكل واحد الكل هذيك الكل ما تقلقوش هما 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 متسامحين مع هذيك هما يعتبروا حريتهم والبحر ملكهم لكن يتقلقوا خاطر كوبر قاعد في فترة من حياته مزيلك يعرفها ما يرجعوش حتى صغرهم هايك يجي ويعملوا لماركو وقلوا بحرم تاع عائلية هنين تاع عائلية بحر العائلة ووتيل العائلة وقهوة العائلة وكيجو هذيك ما نحبوش نحنا نحنا هاكا شيخين نحنا هاكا متسامحين نحنا كتمشي العرس تونسي ترقى الميني والخمار والنقاب والعبيد الكل تشتح واللي حتى ما ضد يعتبر الفن بيه وعليه عامل جوي صفق ويشيرك نحنا هذيك الديين متعنا هذيك قوتنا غاد قلتوا معناها عليش ما نجموش يفكو ويعملو لك امارة خطرنا نحنا هذيك الخاصية متعنا هاد عنا خاصية معناها نقبلو اختلاف بين بعضنا في القاوي في المجتمع في الخدم نجيو هكا دي جوغو لانتمام معناها واختيتراها العبيد على فيسبوك تقول حارب كما قال الحامدي حارب اهليه بيرده نحن اللي حاشنا بحارب اهليه حاشنا حاشن النيس تقبر واحد كن كن تخلصوا مش شي هذيه ومعناها تولي الحكاية عادية ومعش نكبش ومعش تليهو بغيرنا ومعش بربي هالبنات اللي يسكنوا في الاحياء الشعبية اللي فيها صحيح بطالة وفيها بارش اولي ولاد وديار ضيق دونك الولاد في الشارع ولا قاعدين تحت بوتولة يبداوا منكم ومنت ابدا وانتم راه ومستقبل لكم وانتم والشاباب حتى وضعك صعيب تليهي في المشاكل اللي ابجل بطالة تحسين البيئة النظافة تليهي بنت حومتك وبعد ايش تولي بنت حومتك سكيزوفرين تولي تخرج بالحجاب ولا تلبس فولارة ولا تلبس سفساري تماما معادس وبعد ايش تمشي دار صحبتها تبدل خطر خطر ماهيش حرة كنا يجي تعرف روحة لي مقبولة كل شي لا يقلقها حد لا هي تتقلق من حد انتي اختك ولا شجارتك ولا مكش انتي مسؤول عليهم انتي مسؤول على المناخ العام المسالم كان الحومة الكل متسامح والحومة الكل ليه كل واحد ديهي في النوارو لكن تقعد معناها تعرف كيفيش تتساقن السيكوريتي في حومتك مش اه كتقول ولا يا حومتي انا بيه حتى كل مرة الطفلة واحد حبي بركيها اخي ها جاولت الحومة معنية رجلة منعوها السيكوريتي تبدأ مقبل بركيجرا معنية يزم كتتعرف انتي كتفلة ولا كتفل ولا كاميرا كبيرة ولك حتى براني تفركس على دار ولا اه وجاي الحومة الكل نام بورت كالحومة في في البليد سيوي الضو مقصر ولا يمشي ولا ولا فيها كثافة ولا ما فيهيش حس روح كن سيكوريتي هذيك التطور هذيك الانسان الانسانية متاعه هو في حاجات هكا حاجات بسيطة اما منين جاية لانسيكوريتي علش علش العبيت تبدأ خايفة العبيت بش ميرا وهيش تمروحة مخر في الحومة تبدأ مسكينة ملي طالع في اله وهي تقريقة شيحة على تاكسي وهي تخمن في الردد الفعل بتاع الحوم مش بتاع دارهم ولا بوا ولا وخوة بياسور كعمروه صحابه كالجاوة ذيكا ويهوالي شعرة سيدنا علي كوا كالجاوة ذيكا اما نحنا عنا حاجات تريساة بالنجم في الكوتيديام تينا يرتحنا ويخلينا نخمه خير وحتى الكريس تحسها بطريقة اخرى ولا تتوياع عندك شوية موتيفاسيون ويسانس وشوية كربيرون هكا باش انتي تتقدم ولا تتحاول تصلح تحسن وضعك هما هكا يقول كلمة يخويا به يغالطوا به وعليه معني نحنا نرجعوش يزيدا نولي والعبيدة بالقارد كوريت وكل واحد يقول فكرة غير مطابقة للأفكار السيدة يولي مهدد بالقتل نحنا هانا هانا تاوعا هانا خديش تيبولي الناس اللي يتكلم الناس قالت اللي ما يتقالش هاي صارتش حاجة صارتش فوضة صارتش بوه النخبة ما يسمى بالنخبة اللي هي ضايع بالحق ضايعا وتستاهل خاطر انا جو بانسوسيز ادا طفل صغير يتولد من اللي يقرأ في المكتب من اللي في التعامل في الحومة ما نجموش يتلعوه نورمال ساي صبوله بالقماعة في معلومات وهو عنده معلومات يعمل هاكا ما زل ما كملش الجملة للمعلم في السابورة وهو المعلومات عنده بالتدقيق نحنا في عذن تعلموهم المنهجية في مش تعلمو التوليغانس تعلمو بالنصوص تعلمو بالتعلمو من اللي هو صغير تعلمو يقبل لاخر نحنا معناها كانتراهم في الساحة واحد يعايتولو يا بطي الاخر يعايتولو يا كحلة الاخر يعايتولو والشاي معني حتى المعلم بعد ساعتي يقولي مالورزما ولا سيرفياي يعايت بالنعوت النعوت الديسكريميناتوار اللي تخلي التفل صغير حتى بالبارقة لا متاعو يقول هكيكا من الول امام بعض راهو كي يكبر فيه الشاي والي نجمي والي مخطر وحكاية هذي عدم قبول الاخر راهي فطرية راهو ما بلكش نحنا ليه فطرية ويجبو معناها يزم تسلس روحك وتعمل مجهود وتتسأل يزمك تسأل روحك هل أنا إنسان معناها إيجابي ولا هل أنا نستاهل مكانتي في المجتمع ولا هل أنا قاعد نتصرف بطريقة سليمة ولا هل الأخلاق اللي أنا نعتبرها أخلاق المجتمع هي بالحق أخلاق ولا هل المجتمع يعتبر روحه معناها متخلق طفلة ما تجمش تخرج ودنيا ظليم لا المجتمع فيه خلل هل المجتمع ما يقبلش الاختلاف واللي تلقاه معناها أسود البشرة ولا حتى الديسكريميناسيو معناها نسي ولا صغار ولا لجان مجتمع غير سليم لا يقبل يقبل كل واحد في مخه عنده حقيقة ويحسب لي هو مكلف بمهمة ربانية باش يدافع عن الحق الحقس بن منظوره هو لكن فهمة خلال فهمة إشكال فهمة ثقافات ما تركبش بارتو يغضب عليك ما فهميش ثقافة صالحة لكل مكان ما فهميش يزيد فعل ثقافي صالح لكل زمن كل شي يتطاور الفني يتطاور الاقتصادي يتطاور اللي بدنا متاع البنادي ما يتطاور نحنا تطاور فهمة دراسة قالك من هني الشعر الشعر يقعدوا كانش يمكن الشلغة ملاحية من الشعر اللي نعرفوه كانوا العباد المشعرين تطاور جيني تطاور العباد تلبس في الحواج وتلبس الحواج بالجديد فهمة حاجات قاعدين يتطاوروا اللي اعقلنا نحنا جامد يرا في اشياء بمنظور بعد ساعات يباهتنا تقول هل الناس لهالدرجة الفعل وليت العقيدة سبب مشاكل العقيدة اللي هي ترتح العبد بينو بينروحو تسالو بيت راوه بعدش فهمة تصارت تاريخيا بعد مئة سنين فهمة ناس تستغل العاطفة الدينية خطر تجيب برشة صوت وتجيب برشة السلطة فهمة معنيها مظهر اللي وقايت باش نعملو تفرق بين الشأن الخاص وشأن العام الشأن الخاص في عقيدتك في تصرفك يتبدأ عندك معنيها أي نوع من المويلات تنكت له فيه مع إنسان معنيها راضي به كنتي راضي به ولا نحكي مويل بصفة عامة ومش وأنتم معنيها مرتاحين ومعندكم حتى حاجة بالسيف أموركم وقالها وقالوها برشة من الناس وحتى اللي هكا ماشي بينها متشدين ولا ها محافظين بتعتر هو زيد المشكلة راه في المحافظين خطر محافظين من بره ما من داخل يسهروا في الليل يتفرجوا وكتراهم في الشارع كيفيش يتصرفوا فهمة برشة حاجات معنيه حتى اللي دي ما نحكي عليها عند السياسيين حتى عند المجتمع حتى نحنا كمواطنين معنيه معنيه ما بيعنيش وتعمل فيه وتبدأ تتنهد وتبدأ تستغفر وتعمل وفهمت وانتي معنيه شيكيتك واصلة للليبي ليه ليه فهمة فهمة وقاية ترى حتى حد ما هو راضي للمحافظ للي غير المحافظ لدينا لدينا مشكلة في التاعيش لدينا نركزوا مع حكايات فارغة وهكاكا يحكموا فين وهكاكا يشتوا معنيها الطاقة متاعنا يشتون من التفكير بربي شكونوا الحاكم ولا نجيب لي اي حاكم حتى يأعرق الديمقراطيات يكون الحاكم اللي يحب شعب يكون يكون ذكي يكون متفاعلي يكون يحاسبك ما حتى حد تنكو يحكم هو يربح في الاصوات ويربح في الوقت وهنا نشوفه الوعود معنيه كان بريمان بعض هيدا الكل ومزنة ما فهمنش الشي هيدا نستاهلو اللي صاير فين شأن العام شأن مجتمع كامل اقليات معنيه اغلبيات اللي تحب انتي شأن جميع اي واحدة تولد فوق الوطن هذا حامل بطاقة تعريف دولة يزمها تحميه ونحن كمجتمع يلزمنا زادا نحميه كيفاش نحميه ما تلهوش به سايبه على روحه ما توليش دكتور اخلاق ما تشدق فلوش تنغسلو عيشتو يعنيه شنو السعادة اللي يحسها واحد كيف ده نهار كلهو يمرش لك في كبتك شبيك لابس هكا شبيك عاملك نحن قبل كنا صغار كانوا اكثر ناس يفدونا في الحوم وك رجل كبار ما تقعدش في شمس عايش ولدي مدرش نوع وعايش ولدي اذا يتسمى ميراكل شكوني كانوا يعجبوني هكا عمك الحاجة اللي يتعدى يسلم يضحكنا ويمشي عمك فلين اللي يعطينا هكا الحلوة ويمشي هذوكم هذوكم اللي قاعدوا نتفكروهم حتى نتفكرهم نتفكر الجيرين بالجار بالجار فهما الجار انا كان نهار كلهو يصبيه الصب حياته كاملهو يصبيه في الصب وقته جيت وقته يدخلت حتى نهار الويت قالوا برا بتلافع ويجيك يا حاش وانيت فل سيبرك خنقتو هكا هذي كاريتو كيفيش مصغرة كيفيش نطلعه كيفيش ويكبر بالتروما هذوكم معناه اللي تسلط عليه نوخ خط هذو عنف اذا واحد يتلي بيك وفي لبستك وفي كلمك وفي هيئتك وفي حياتك الخاصة هذي ينغسلك في عيشتك وينغس في عيشته هو خطر هو مش متصالح مع ذاته هو مش فهمه روح لي هو مريض يحس بالمرضي يحس بالوجاع والوجاعة يلاك خاش في وجه العالم بالتدخل متاعه بالمنطق العادم بالماشي في بيلو معنيها من عرش هولانكو هكا هابط جاي ولا معنيها فيرس فورسين دونك اه بنتظر لنا باتترا حاجات بسيطة لكن داي وقية تعليم معنيها اه يلزم من اعادة يعجنا جديد ده زيد معنيها حتى السيد ده والمعلمين طوي بعد دايش تقول انتي شبيهم العنف والاولياء معنيها عنف والتلام ده معاش يتشدوا مدرسة راه وانتي في مدرسة انتي يلزمك معنى انتي تتحكم في المدرسة انتي مش تتحكم بالقوة بالتسلط وبالعقاب يلزمك مقاربة اخرى هالوليدات اللي يجيوكم اخضر يزيو ملياب الكي الصلصال معنى تعم بيه اللي تحب قاعد حاطوا في كلاس تصب في الصابة وانتي تقري فوق من قلبك والنعرف والظروف وكل شيء لكن لكن جبونس اللي مجهود صغير وحدي نقص من روح وحدي هاي جربوا جربوا نحن خسري حتى كن نفشلو بش نوصلو الاتعس من اللي وصلنيلو ايه نجربوا ايجا معنى ايجيو من عام الجي هاي الصيف سنيها وما قراوش السيدة عدي واشتر العام حجر في ديارهم هاي في الصيف عاملوا ديزاتوليه تقابلوا يخويا ما تعملش انا قبولهم الصيف كامل عاملوا اصبوع يخويا في تزركة لموها في جربة خليهم يخموا في المستقل كيفيش طريقة القراية كيفيش يقعدوا في الكلاس علموا صغيرنا كيفيش يقبلوا الاختلاف يا كيفيش يخموا وكيفيش ما يقبلوش بحاجة كيك مش احفظ واترك محفوظات هكيك بتعرش حتى المعنى نتفكر معنى برشة صغار عدي وحياته معنى عدي وابتدي الكل يحفظوا 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 ما يشدوا حتى معنى ما نعرفوش المعنى نحن نحن مجتمعات تحفظ أحفظ 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 عاود خمسين مرة على حكاية ذيك تربح ثويب عاود ذيك مئة مرة دونك تقول لي جمالية تحس حاجة خاطر ثقافتك وخاطرك طولت في عائلة اللي هي معناها تعتبر شيء هذيك معناها مريح نفسانيا لكن راحها نفسانيا زادة راه تجي كي تقرى المعاني كي تعرش نول معنى الاصلي ما تخليش واحد جاهل عام اللحية بالحنة يقول لك كيفيش تدخل التواليت وكيفيش تتوضع بل معنى سوايان كروي مسيلش اعذروني معنى مانيش نحكي عالوضوء الشرعي نحكي عالا بل حق وقرأوا الكتب وفما فما ناس عاملة دكتوراه راهوا في الازهر على حكيكي منك على كيفيش تنقذ المنقذات للوضوء خاصة المنقذة المعروفة اكثر حاجة وكيف وقتاش تتكمل وقتاش ما تكمل شوين تقصوا كي تبدأ ايمان مش تعمل كتيب دكتوراه كاملة والسيد عنده قانية تلفة زي من غير ما نسميه باش خاطر ما نسميهم مش ان الناس اللي يستبلهو فينا واللي متماعشين وشوفو كرهبو فما تصويره دور ديوم على انترنت واحد من الماشي خذوما بتاع التلفز كرهبو كون مليار تعمل من امام تصوير فرحان باش يخلط فيسه على باش يحسر الثويب بسرعة جونوني دونك فولا نتخفي نوزا بارتيا خليوش الجاهل والانتهازي والسيرق والسياسي اللي ما عندوش جرام شرف والبلعوت والكذاب هذوما هوم اللي يحكموا في مصيرنا وهذوما يقرروا نحنا نعيشوا معاهم اللي لا البلاد متاع نعبدو كل حقنا نتنفسو وحقنا نختلفو في الاراة وحقنا نقولو ونعبرو اللي اي تسائل نعبرو عليه انا دافع في رائب انا مولود في نفس الرقعة الترابية عندي باسبور كيفي 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 وعندي بطاق تاريف كيفي كيفي تحبني نقبلك انا قابلك اما انتي يقبني اه انتي ما تقبنيش فما قانون بناتنا فما قانون ينزمو يتطبق خطوك نصيبوك الماء البطيخ تولي معناها اه الناس اللي فيرغين هوم اللي يقرروا وهنا نشوفو الناس الفارغين كيتقرر شنو النوع القرارات اني نجبو نوصلولها الناس الفارغين اللي اه تخمم كان في روحها الانانية شوفو وصلوا الانانية معناها وين وصلت الناس المطلبية والانانية فلسة البلاد انا اليوم حاجة شوكيتني مثلا اه رقيت صاحبي عادي برشا ماريتوش اه يخدم تاجر اه في البقالة اه تعجبني كلمة اه بقالة اه خذار بلغتنا اه اه يقول لي معناها يقول لي معناها يقول لي نزمها تفلس تونس عليا يا والدي كيفياش والدي كيفياش رك تاجر يقول السيستيما يتيح لما يافلس في التواريخ لكل البلدين اللي صارت لها مشاكل كبيرة السيغو بخيز ريتو اليونان اليونان وقلي صارت فترة اللي ما عادش عندهم اه ضو باش يس باش التلفزة الوطنية متاحهم لتي لي بيبليك متاحهم تلفزة العمومية عفوا متاحهم هي تختم معناها وصلوا لي القلاقها متاع القاعة متاع القاعة دونك اه وبيت الحس ووحتلوهم بين الظفرين جيت هالتروي كذي اللي متاع الاتحاد الاوروبي خاطر ما عادش لعب يتسلفها كيكا في المهموتها دونك جيت القارارات اللي خذوهم في اه في اه اعطات اوكلها في ثلاثة اربع سنين معانيها السياحة تو مثلا عموا البلاي السيف متاحهم الجوزور وكل شيخة الموسم السياحي السنين يحبوا يمنعوه اه قنو ولا زراعة واستغلال القنة بالهندي دونك بارش عمناه وليزان دي فير فما حسب ما نحبش نعطي رقم غالط لكن رقم مهم ما نتفكروش تفكر قريتو يكون عندي اسابيع حسبة وزارة السياحة الناس اللي جي لليونين خاطر يعرف اللي في الجوزور غاديك ينجم يستهلك الكانابيس في بلاده ممنوع ويجي غاديك غينك بوصاج يبانس اللي رقم مهم وتنجمو تدخلو كان حد حتى غودو كان نعود نرقى الرقم تاغودو نعود نتفكرو نجبدو لكم عليه راهوا بفما حاك حاجات تظهر لك بتاع كونسيرفاتيز مريت عليش نقول لكم تلهيو برويحنا تهو عليش تهو ميحبوش يقنو خاطر مشي في بيل وللبل بش يبدو تسيب ويشجع يودي ما ما يصنق ديكونكتيد لارياليتي المحافظين والنس اللي قدموا والنس اللي مش فاهمة اللي يزمها تتطور واللي البلاد يزمها تتطور مسؤولين ما يعرفوش اللي فما مهنيها نسب كبيرة من نس قاعدة تتكيف ويتكيفوا يخذوا في سلعة مضروبة وقاتلة ومسمومة وتنجم تعمل نينوين فارم دا 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 ويزيدوها الدويات ومخلطة وبالصيراج وبالحنة وبحتها بالروس مطاع الحيوانات والدولة هذك الكل وبرونات وما فيا تكبار تتماعش بفلوس كان جيت الدنيا الدنيا راهي او ما اشتر هذي لشيفر دافير دي ناركو ترافيك راهو داخل كاسة الدولة يا اخوة انا خلي يتكيفوا كل شي تتحسن السبيتار تتحسن تهو بطبيعك يلقى يتحسن والإداءات معنى يتمكن باش تتحسن النقل وكل شي تهو بطبيعته هو يبدل يبطلها ويولي شاعر ولا يولي شاعر معنى دون الصنز يولي شاعر بالالفانتاج اللي عنده ويولي يستفمر ويولي سيتانتو راهو سيتميزير راهو تيو بيرسون نبوز جيري لاميزير شوف من روحك انتي بعد ساعات تصير مشكلة في حياتك شيكات داخلة ولا في الروج ولا معمل سكر وترقى روحك معنى اماجين الافكار السودالي في مخك وهذا تبدأ بعد ساعات بتظهر متاعك عندك دارك ومرتك تخدم وبيقي فما بيالك شاب صغير ولا شابة ما عنده حتى فيزيبيلي تاع المستقبل لا بشهايده ولا بقرايته ولا بوه كلتة عليه همه عيات وهي تنظف في ديار الناس باش تصرف عليه وياخذش هذا وميرقاش خدمه معنى بيان سور يتلازل يمشي ما هوش حل لكن يزمنا نفهموهم راوا نحنا مشكلتنا زادة ناص الماو مش قابلين بعضنا ما مش فاهمين باعضنا مش فاهمين علش المومس مومس مش فاهمين علش اللي يتكيف في الزطلة يتكيف في الزطلة ما نعرفوه مش فاهمين اللي يبراكي عليش يبراكي مش فاهمين علش فلين انت خب فلين مش فاهمين خاطر نحنا منيش فاهمين بعضنا ونحنا منسمعوش بعضنا فما ناس يحب يحسوش رواحهم في الوطن بتاهم اللي يطلع في فلوكا ويعرض ضحيته اللي يختار بش يخرج من البلاد سيكون بلاده مش فاهمته وهو مش فاهم روحه شكرا على الاستماع وغضت نحكيه على السونداج بتاتر كان فما خبار اخرى شكرا زيادة على الناس اللي تتفاعل وتبعث لي هكذا تحس بعد ساعات روحو كم في مسئولية اخرى وتعس على الكلام نحنا بش نحاولو حتى زيادة اليوم بوتاتر جي لكن انا نعمل على فكاكم ونعمل على تفهموا تعرفوا قصدي تعرفوني انا شكون وما ناش في حاجة لناس براينية ولا دي ذباب بألوانو الكل خطر فينا المو كل واحدو ذبانو يجيها كيكا يعمل كومنطير بشي يفرغ العقدة متاعو على ناس تحب جست تعطي رايا تسبب على خير ترجمة نانسي قنقر